يبدو أن الأزمات لا تأتي فرادا وأن المعضلات التي تعيشها البلاد سياسيا وعسكريا واقتصاديا تنعكس بضرورة على الحياة اليومية للمواطن الليبية من أزمة انقطاع الكهرباء إلى نقص السيولة وانخفاض سعر صرف الدنار مقابل العمولات الأجنبية ها هو قطاع النفط من جديد داخل عاصفة الإغلاقات بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مناء مصفات الزاوية عقب تراجع الانتاج في حقل الشرارة إلى 125 ألف برميل يوميا فقط نتيجة تدعيات الهجوم على إحدى المحطات التابعة لحقل الشرارة المؤسسة وفي بيان لها أكدت أن تراجع انتاج حقل الشرارة لا يكفي للتصدير وأنها لذلك ستعطي الأولويات للطلب المحلي على الوقود من خلال تحويل الانتاج المتاح من الحقل إلى مصفات الزاوية المؤسسة الوطنية سبقت الإعلان بإخراج الموظفين من مكان الحادثة بعد اقتحامها من مسلحين مجهولين اختطفوا أربعة عاملين أطلق لاحقا صراح اثنين منهم حادثة طالب على إثرها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قبائل التابو بإطلاق صراح المختطفين وهو ما اعتبره المجلس الاجتماعي لقبائل التابو بمدينة أوباري اتهاما صريحا لهم بالتورط في الحادثة وطالبوا بعدئذ رئيس الوطنية للنفط بالاعتذار بشأن هذه التصريحات التي وصفوها بالباطلة المجلس وفي بيان أكد أن عملية الاختطاف الأخيرة نفذت خارج نطاق مناطق التابو ولا علاقة للمدينة بها بأي شكل من الأشكال ولفت البيان إلى أن المجلس سيزور مقر المؤسسة للمطالبة بمصدر هذه الأخبار مؤكدنا حقهم في تتبع مصدر المعلومة بالطرق القانونية تطورات تأتي في إطار الهزات التي يتعرض لها قطاع النفط فبالإضافة إلى موجة الإغلاقات التي كبدت القطاع خسائر كبيرة فهو ما زال يواجه أزمة أخرى ألا وهي تهريب المشتقات النفطية المدعومة إلى الخارج ما بات يهدد الأمن القومي للبلاد حيث اتهمت لجنة أزمة الوقود والغاز من وصفتهم بأنهم مسؤولون على أعلى مستوى في البلاد دون أن تحددهم بالتورط في عمليات التهريب لتمولي أهدافهم ومصالحهم الشخصية اللجنة وفي بيان لها أكدت أن صمت الجميع على عمليات التهريب يهدف لزيادة معاناة الليبيين وخلق الأزمات منتقدة بشكل حاد مواقف مجلس النواب والأعلى للدولة والحكومتين في طرابلس والبيضاء لعدم إصدارهم أي بيان يؤكد رفض ليبيا لعمليات التهريب وترك اللجنة وحدها في مواجهة ما وصفته بالعصابات الدولية ودول بعينها وأمام كل هذه الأزمات المتفاقمة التي أرقت حياة المواطنين ما زالت الأجسام السياسية الليبية منهمكة في حساباتها وخلفاتها دون الالتفات إلى معاناة الناس والحرص على إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم بل تشير عدة تقارير إعلامية وحقوقية إلى تورط الكثير من المسؤولين وعلى رأسهم أعضاء من المجلس الرياسي المقترح في قضايا فساد مالي وإداري لا شك أنه سبب من أسباب الأزمات التي تعيشها أغلب القطاعات في الدولة تعرض المنشآت الحيوية لهجمات متكررة دون أي رادع لها أو كشف حتى لملابسة أحداثها يضع نقاط استفهام على هوية الجهة التي تقف خلفها والأهداف التي تسعى لها فعلى ماذا استند رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في توجيه اتهامه للتبو باختطاف العاملين في الحقل وما هي الأخطار المترتبة عن تصريحاته في ظل مطالبة التبو له بالاعتذار ووفق أي سياق يمكن إدراج تصريحات لجنة أزمة الوقود والغاز وما علاقة التوقيت بهذه الاتهامات وهل من مبرر لعدم ذكر الشخصيات إن كانت اللجنة تريد مصلحة الوطن اشتركوا في القناة